التحقوا بجامعة النيلين عام 2016 ولم يتخرجوا منها حتى الآن يونس وإيهاب ومحمد طلاب جمعتهم الدراسة في قسم المحاسبة يقولون إنهم ضحايا لتداعيات الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والتي تسببت في إغلاق جامعاتهم عدة مرات من مفترض أن أتخرج 2020 بصبر فضل كثير من طلاب هذه الجامعة انتظار يوم يحتفلون فيه بنيل شهاداتهم الجامعية أما آخرون ممن توفر لهم المال ويسعون إلى كسب الوقت فقد آثروا استكمال دراستهم في جامعات خاصة أو اضطروا إلى السفر والالتحاق بجامعات في دول مجاورة ففي جامعة الخرطوم المسمات بأم الجامعات السودانية تم تتسرب وسط الطلاب بسبب تداعيات الأزمة السياسية مديرة الجامعة التي تشتكي من ضعف رواتب أساتذتها وهجرتهم إلى خارج البلاد ترى أن حل مشكلات التعليم يكمن في إحداث التغيير طلاب الآن هم يشاركون في ما يجري للتغيير الذي يجب أن يحدث فهم جزء منهم فعليهم النضال وعليهم أن يقفوا هذه الوقفة حتى تتحسن الأحوال هي دعوة يرى خبراء أكاديميون أنها لا تصب في مصلحة التعليم العالي الذي تأثر بما يسمونه بتسييس إدارات الجامعات هم يدعون أيضا إلى ضرورة استقلال الجامعات حقيقة الأمر يحتاج إلى أن نسحب النظرة السياسية نظرة هل أنت مع النظام أو ضد النظام من العملية الأكاديمية لا يفرق في السابق لا يفرق أستاذ يساري أو أستاذ يميني أو أستاذ سلامي أو أستاذ كذا لا يفرق في العملية الأكاديمية الحكومة من جانبها تقول أنها تدرك أبعاد المشكلات التي تواجهها الجامعات وتتعهد بتنفيذ سياسات الإصلاح المختلفة ممثلة في توفير الميزانيات وزيادة رواتب الأساتذة وتحسين بيئة العمل الخوف من تعثر جديد للعملية التعليمية في السودان يساور طلاب الجامعات ويمتد إلى أسرهم التي تتكفل بمصاريف الدراسة وتطمح إلى مستقبل زاهر لأبنائها طموح مشروع لكنه يبدو مرهونا إلى حد ما بإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الاستقرار عبدالباق العوض الحرة الخرطو